موسيقى بالنسبة للاكتئاب وتأثيره على جسم الإنسان معروف أن مرض الاكتئاب من أمراض العصر اللي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة وبتختلف أسباب الأصابة بالاكتئاب وبتختلف مراحل أو درجات الإصابة به من مريض لآخر أحيانا بتكون درجات بسيطة من الاكتئاب ممكن أن المريض يعني يشفى منها من طلقاء نفسه عن طريق تغيير روتين معين في سلوكه اليومي أو ممكن تكون حالة حدة بتستدي علاج طبي أو مشهورة طبية أو جلسات علاج نفسي مع خصائي نفسي على العموم الاكتئاب من الأمراض الخطيرة لابد من الاهتمام بها والانتباه لأعراضها ويعني تدارك أعراضها بصورة مبكرة حتى يمكن علاجها وعدم تفاقم الأعراض وتأثيرها على جسم الإنسان تأثير الاكتئاب على الإنسان يعني لا يقتصر على الجانب النفسي فقط ولكن الاكتئاب له تأثير جسدي على جسم الإنسان زي ما هنعرف أن يعني بالإضافة لأن الاكتئاب بيسبب مشاعر سلبية زي الحزن واليأس وانعدام المتعة وبالإضافة للأعراض دي بيسبب برضو أعراض جسدية بتظهر على المريض في صورة شكوى من ألم جسدي ومن أبرز الأعراض اللي بيسببها الاكتئاب لجسم المريض هو اضطرابات في النوم كتير من مرضى الاكتئاب بيشتكوا من صعوبة في النوم أو يعني صعوبة في الدخول في النوم أو ممكن المريض يغفو دقاء قليلة وبعد كده يقلق ولا يستطيع العودة للنوم أو الاستغراك في النوم العميق اللي هو بيشعر الجسم بالراحة وبيكسب الجسم احتياجه من الراحة ومن النوم فمن أول اضطرابات وأشهرها هي اضطرابات النوم أيضا الأمراض اللي بيسببها الاكتئاب لجسم إنسان هي الشعور بالألم في الصدر وبالتحديد أن الاكتئاب بيزود من خطر الإصابة بأمراض القلب علشان كده ممكن يكون بعض الألم اللي بيشعر بها مريض في منطقة الصدر ممكن يكون منشأها نفسي وهو الاكتئاب طبعا بالإضافة لأن في أمراض أخرى منفصلة وهي خاصة بأمراض القلب والرقتين أو المعدة ممكن هذه الأمراض أو هذه الاضطرابات تسبب ألم في الصدر علشان كده يجب استشارة الطبيب لأنه الطبيب هو اللي يقدر يحدد إيه سبب هذا المرض أيضا من أسار الاكتئاب الشعور بالتعب والإرهاق دائما مريض الاكتئاب عنده قلة في الطاقة عنده فطور عنده عدم رغبة في أداء المهمات اليومية أو عنده كسل عالي على الرغم من أنه ممكن يكون مريض الاكتئاب بينام فترات طويلة أو بيلجأ إلى راحة لفترات طويلة لكنه في الحقيقة جسمه لا يكتسب الراحة المناسبة وبالتالي هو دائما الشكوى من التعب والإرهاق بسبب تأثير الاكتئاب على مخ المريض وعلى الجانب النفسي للمريض أيضا من أسار الاكتئاب التي يجب الانتباه لها هي الاضطرابات الهضمية الاكتئاب بيسبب اضطرابات الهضمية من غير سبب واضح زي أن مريض الاكتئاب بيشكو دايما من عسر الهضم ممكن يشكو من الغسيان أو ممكن يشكو من الإسهال أو الإصابة بالإمساك من أسار الاكتئاب أيضا الصدع طبعا لأن بعض الدراسات الحديثة ثبتت أن الاكتئاب بيحدث نتيجة بعض التغيرات في النواقل العصبية الموجودة في الدماغ وبالتالي يعني النظرية دي بتتبنى أن منشأ الاكتئاب هو الدماغ فمدام منشأ الاكتئاب في الدماغ وبالتحديد في المخ إذن مريض الاكتئاب دايما بيشكو من الصدع لأن الاكتئاب بيزود من خطورة الإصابة بصدع الشقيقة بمقدار ثلاث أضعاف من الشخص العادي الذي لا يعاني من الاكتئاب وعجب الانتباع إلى أن الاكتئاب بيسبب على الصدع وخاصة صدع الشقيقة من أصار الاكتئاب أيضا اضطرابات في الشهية ودي بالنسبة للطعام والوزن كثير من مرضى الاكتئاب بيشتكو من عدم رغبة في تناول الطعام وبالتالي بيقل وزنهم بصورة كبيرة على العكس في بعض مرضى الاكتئاب الاكتئاب عندهم بيسبب حالة من الشرح إلى تناول الطعام بيبقى مريض الاكتئاب عاوز يأكل بكميات كبيرة ولا ينتبه لمقدار الطعام اللي هو بيتناوله يعني بيتناول حتى بيقولوا أنه بيأكل من غير وعي بيتناول الطعام بشرح شديد وبالتالي هيكون عرضة لزيادة الوزن يبقى الاكتئاب ممكن يسبب الطربات في الشهية إما نقصان الوزن عن طريق أن بعض مرضى الاكتئاب بنلاقيهم بيعزفوا تماما عن الطعام وبالتالي بيقل وزنهم بصورة كبيرة وإما أنهما بعض المرضى النصف الآخر من مرضى الاكتئاب بيبقى عندهم شرح لتناول الطعام بكميات كبيرة وبالتالي بيكتسبوا وزن بزيادة من أثار الكتئاب أيضا ألم الظهر بيزود الكتئاب من احتمالية الإصابة بألم شديدة بيشكوا منها المريض في الظهر ورقبة وهذه الألم بتكون ألم شديدة الألم ومضاعفة القوة دايما بيبقى عندهم ألم شديد بيشتكوا من ألم في منطقة الظهر وألم يعني ربما ما يقدرواش يتحمله ويضطر أنه يتناول بعض الأدوان اللي ممكن تسكن هذا الألم من شدة الألم أيضا من أعراض أو أثار الاكتئاب الهياج والعصبية للمريض لأن مريض الكتئاب دايما بينزعج بسرعة وسهولة وده بيبقى واضح عليه دايما بيبقى عصب جدا يعني حتى من غير سبب وطبعا بيبقى عنده توتر داخلي وعدم راحة يعني حتى ممكن ينفعل لأقل الأسباب أو ممكن ينفعل ويتعصب بصورة شديدة جدا بدون حتى سبب واضح فيجب الانتباه طبعا لهذا الأمر وخاصة لو حد يعني بيتعامل مع هذا المريض آخر حاجة من أثار الاكتئاب على الجسم بيسبب بعض الأثار الأخرى اللي هي بتشمل أنه دايما بيحس بألم في العضلات وألم في المفاصل دايما مريض الاكتئاب دائم الشكوى من ألام المفاصل وألام العضلات بعد كده فيه بعض الموضوعات أو بعض المعلومات اللي حابين وضحها بخصوص الاكتئاب طبعا الاكتئاب بيأثر على شعور الإنسان المريض وعلى قدرته وعلى التفكير وعلى القيام بالمهام اليومية وعلى النشاطات اليومية اللي بيقوم بيها والاستمتاع بيها طبعا يعني الأثار الصحية للاكتئاب بتشمل أثار نفسية يعني أثار نفسية خاصة بنفسية المريض أو مزاج المريض وأثار جسدية ويجب الاهتمام بالأثار الجسدية كما يتم الاهتمام بالأثار النفسية لأن بعض اللي زي ما ذكرنا الأثار الجسدية اللي بيسبب الاكتئاب يجب الاهتمام بها وعلاجها لأن في بعض الأطباء بيركزوا على الجانب النفسي فقط وبيهملوا الجانب الجسدي وبالتالي ممكن نحسن من نفسية المريض ولكن لازال المريض يشعر بألام شديدة من اللي احنا ذكرناها هذه الألام بتضيع مفعول وتأثير العلاج النفسي إذن يجب أن علاج الاكتئاب يتم بالتوازي العلاج النفسي مع العلاج الجسدي لهذه الأعراض اللي بيسببها الاكتئاب كمان الظهور الأعراض الجسدية على مريض الاكتئاب العلماء فصروها أن بتحدث نتيجة خلل في النواقل العصبية في توازن النواقل العصبية اللي هي موجودة في الدماغ اللي هو الناقل السيرتونين والنور ابنفرين وبالتالي وجدوا أن لما بنعطي أدوية مضدة للاكتئاب بترجع هذا التوازن بين النقلين العصبيين دول بيؤدي ذلك إلى تحسين الأعراض الجسدية لدى مريض الاكتئاب وبالتالي بيكون مريض الاكتئاب أكتر تماثل للشفاء وأكتر عرضه لأنه يرجع لحياته الطبيعية بدون أي تأثيرات جانبية يبقى بنركز وبنأكد تاني على ضرورة علاج الأثار الجسدية اللي بيسببها الاكتئاب لجسم المريض ولا ينبغي أن نتوقف عن العلاج إذا اختفت الأعراض الجسدية أو الأعراض النفسية يجب لالتزام دايما بمراجعة الطبيب بصورة مستمرة ويجب أن المريض يلتزم بالعلاج تام لأنه طبعا معروف أن علاج الاكتئاب يتطلب فترات طويلة جدا علشان المريض يصل لنتائج مرضية ويتم علاجه بصورة نائمة من الاكتئاب أو من هذا المرض يجب أن يكون لدى المريض صبر وبالتالي يلتزم بالعلاج النفسي والعلاج الجسدي وبنأكد تاني على أن علاج الأعراض النفسية للاكتئاب وإهمال علاج الأعراض الجسدية اللي احنا ذكرناها سيؤخر من الوصول لمرحلة الشفاء التام وربما يعود المرض مرة أخرى للمريض كمان في النهاية عايزين نأكد على معلومة أن وجدوا أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب بيبقوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السكري والسكتة الدماغية والزهايمر وأمراض هشاشة العزام يعني لازم يتم العلاج بصورة صحيحة عند طبيب مختص ويجب الانتباه إلى هذه الأعراض أو هذه المضاعفات اللي ممكن أن تتطور لدى المريض ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضحها لحضراتكم بخصوص تأثير الاكتئاب على جسم الإنسان الأعراض الجسدية التي يسببها الاكتئاب لجسم الإنسان المريض في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الآجاب علشان ده بيشجعنا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء علشان تعم الفايدة على أكبر عدد ممكن من الأشخاص بنتمنى أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات علشان يصل الجديد الموضوعات اللي احنا بنطرحها وبنقدمها في النهاية نتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد